باهتمام وبقلق هناك ترقب إسرائيلي بالفعل لهذه القضية أكثر ما يشغل بالقادة في إسرائيل حاليا هي الخطوة التالية لانضمام إسرائيل بدءا من يوم غد ما الذي ستقدم عليها السلطة الفلسطينية؟ هل سيبقى الانضمام حبرا على ورق وسيتوقف عند النقطة التي وصل إليها هذا اليوم؟ أم أن هناك بالفعل ستقدم منذ يوم الغد شكاوى فلسطينية رسمية ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين اتهموا على مدى السنوات الماضية بالقيام أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بجرائم حرب ضد الفلسطينيين أو حتى هناك قضايا تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي نفسه للأراضي الفلسطينية وعلى رأسها موضوع الاستيطان هناك محاولات إسرائيلية حتى في هذه القضية لعدم دفع السلطة الفلسطينية على المضي قدما بتقديم شكاوى رسمية حتى أن الصحافة الإسرائيلية قبل يومين أشارت إلى أن هناك صفقة سرية كما وصفتها تمت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مفادها أن تفرج إسرائيل عن الأموال التي جمدتها وتحولها شهريا للسلطة الفلسطينية جراء عوائد الضرائب الإفراج عن هذه والذي تم بالفعل الإفراج عن هذه الأموال مقابل عدم تقديم شكاوى فلسطينية بعد انضمام السلطة الفلسطينية رسمية للمحكمة الدولية تحديدا فيما يخص الاستيطان الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر